السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله بن العزاء في درسنا هذا سندرس المهارات اللغوية والبنية الفكرية والعاطفة لقصيدة قائد عربي للشاعر البحتري نلاحظ المهارات اللغوية وردت كلمة الحد في القصيدة بمعنى السيف ابحث عن المعاني الأخرى لهذه الكلمة في المعجن الحد بمعنى القاطع اشتداد القيد الرفض المنع نلاحظ الآن معنى الحد في المعجن حد السكين صار حدا قاطعا حدت الرائحة اشتداد حد الشاب نشطة وقوية حد عليه غضب عليه حد طبعا بقعة ارضه جعل لها حدود اي وضع لها فاصلا بينها وبينما يجاورها ايضا نلاحظ حد الفوضى أي معنى قيد وقف حائلا دون انتشارها حد الله عنا الشر كفه وصرفه عنا حد المدنب قام عليه الحد وحده عن الأمر صرفه عنه او منعه وحدت المرأة عن زوجها طبعا تركت الزينة طبعا ولبست الحد نبين الفرق بين كل كلمتين مما يأتي النور النور برد برد نلاحظ النور يمعنى الزهر الأبيض النور طارق تفضل النور اي الزهر الأبيض النور اي الضوء الأبيض برد اي نازلة تصيب الأغشية برد كوساء مخطط يلتحف به نعم أحسن النور اي الضوء الأبيض برد الشعور بخفاض الحرارة ونزلة تصيب الجسم او الأغشية صحيح أحسن وبرد هو لباس مخطط يلتحف به نعم الآن وضح معنا كلمة رجع في التراكيب بالآتية رجع رجع الصوت رجع الطغف ورجع الرسالة نلاحظ رجع الصوت صدا رجع الطرف ارتداد البصر رجع الرسالة الرد عليها ما أفرد دجا وما جمع ندا دجا دجيا أفرد دجا دجيا وجمع ندا أندا أو أندية صحيح نعم وأيضا في اللغة العربية لدينا في التراث العربي قصيدة للشعر كعب بن زهير واسمها البردة طبعا ما قالها بمتح الرسول صلى الله عليه وسلم هذه قصيدة مشهورة نعم الآن ننتقل إلى البنية الفكرية صمم جدولا مماثلا جدول آتي وكمل بما يناسب بما استهل طبعا السؤال المعنى الفكرة نلاحظ نحن نكمل إن كان موجود السؤال نكمل بالمعنى والفكرة موجودة إلى آخره كما في الجدول بما استهل الشاعر قصيدته المعنى بقوله الشباب كالطيف يمشي مسعا فأيام الهناء قصيرة وأيام التعاس طويلة الفكرة تذكر أيام الشباب الآن السؤال الثاني ماذا قال الشاعر للسحاب طبعا قال له مهما كثر خيرك لن تصل إلى خير القائد الفكرة تفرد الممدوح بالكرم الآن موجود المعنى اتسامة الممدوح حيثم أطفط الجمال على الربيع السؤال ما التي أطفت الجمال على الربيع طبعا هنا للمؤنث طبعا ابتسامة الممدوح الفكرة وجود البطل يزيد الفرح والجمال في الحياة الآن الفكرة موجود تفرد الاستبشار بوجه الممدوح الآن السؤال ما تأثير الممدوح بمن حوله المعنى ينشر النور في الظلام كأنه القمر أيضا موجود الفكرة جمال الربيع مستمد من الممدوح السؤال ماذا يستمد الربيع منه أي من الممدوح من القائد هيثم المعنى يجعل الطبيعة تتكلم عن جماله نعم نعم الآن ننتقل إلى السؤال الثاني من البنية الفكرية وضح العلاقة بين المطر السيال والممدوح هيثم في البيتان الثالث والرابع قال قال الشاعر للمطر مهما أكثرت من أمطارك أو أقللت فلن تصل هدفك ولن يعرفك الناس ما لم تكن شبيها بالقائد هيثم وراد الشاعر إيصال فكرة تفرد الممدوح بالكرم نعم الآن ننتقل إلى السؤال الثالث بالبنية الفكرية ظهر في القصيدة تأثر الشاعر ببيئتي حينما دح حدد بيتا يبين ذلك ثم أعد صياغته باسلوبك تأثر الشاعر ببيئتي في البيت الثامن وما نور الروض الشآمي بل فتن تبسم من شرقية فتبسم فهو يرى أن النور ما كان من رياض الشآم ووروده بل كان نتيجة ابتسام الممدوح الذي دفع الروض للابتسام طبعا الروض الرياض البساتين الجنائم الآن ننتقل إلى السؤال الرابع لجمال الربيع والممدوح مظاهر مظاهر ذكرها الشاعر في النص بيّن هذه المظاهر عند كلا الطرفين واربط بينهما يتصف الممدوح والربيع بالإشراق والوجه الصبوح والجمال ولكن ولكن تلك الصفات هي أكثر بالممدوح لأن الربيع يأخذها منه ويستمد الفرح والسرور بوجود القائد وبطولاته الآن ننتقل إلى التعليق على النص طبعا والعاطفة طبعا كلا الشاعرين أبي تمام والبحتري انتقل من وصف الطبيعة إلى المديح قارن بين الشاعرين من حيث صفات الممدوح التشابه والاختلاف وبين صفات الممدوح ومظاهر الطبيعة عند أبي تمام الشجاعة والإقدام وسداد الرأي الممدوح أثر على الطبيعة بشجاعته أما عند البحتري الجود الشجاعة الحسن فالممدوح يتشابه مع الطبيعة بالحسن لكنه يزيد عليها نعم نلاحظ إلى الآن العاطفاء سمي اثنين من المشاعر العاطفية في النص وحدد موطن كل منهما طبعا وغلب على النص مشاعر حسرة وحزن على أيام الشباب في البيتين الأول والثاني الآن نعم طارق سمي شعور آخر استاذ الحسرة كما في البيت الأول والثاني الأعجاب في البيت الخامس نعم أحسن مشاعر العجاب بالقائد المقدار في الأبيات الثالث والرابع والخامس ومشاعر فخر واعتزاز بالبطل في البيتين الخامس والسادس ومشاعر تفاؤل وفرح لوجود القائد طبعا في ذلك الزمن في المقطع الأخير يعني البيت أبيات التاسع عاشر وحادي عشر نعم نعم نحي طلاب وتوافقت الألفاظ مع الشعور العاطفة عند الشاعر البحترة فعبر عن حسرته بتصرم أقصر الأيام ومذممة وعبر عن الإعجاب بالممدوح في الألفاظ نور تبسم والحسن نعم طلاب كنا في هذا الدرس مع المهارات اللغوية والبنية الفكرية والعاطفة لقصيدة قائد عربي للشاعر البحتري اشتركوا في القناة